موسيقى نفخة البطن من الحالات المرضية المزعجة التي يشعر بها الإنسان بها طبعا بألم في البطن وقد يصاحبه الشعور بالوخز المستمر والتعب تعود نفخة البطن للعديد من الأسباب ومنها بعض أنواع الأطعمة التي يمكن تفاديها والابتعاد عنها للتخفيف من المشكلة المزيد ينضم إلينا في الستوديو الدكتور عمر أمين زكي اختصاصي في طب العام والطوارئ والإصابات احنا وسهلا بك دكتور مرحبا عليكم السلام صباح الخير صباح الورد الانتفخات أحيانا بتكون مزعجة الكثير من الناس أسبابها متعددة نعم نعم بداية إيش أسبابها وليش تحصل طبعا مشكلة حياتية ويومية لكل الناس تقريبا أسبابها تتكون في عدد من المشاكل التي تحدث للإنسان منها تناول بعض الأطعمة المؤثرة والمؤدية إلى انتفاخ المعدة ولمعة بصفة عامة زي أشي مثلا الأطعمة والله للأسف إنه كثيرة جدا وإحنا دائما نحاول نذكر إنه نتجنبها ولا نتوقف عنها بطاة مدت يوم أو يومين فقط لأنه إذا كان مستمر فهو يعتبر مزمن وفي هذه الحالة يتوجب تدخل الطبيب تحدث عن المجرد اللي يكون حاد في بعض الأحيانية طب والأعراض كيف تكون؟ ومتى الواحد يعني لازم يروح على الطبيب؟ بالنسبة للأعراض هي تشعور بالانتفاخ والامتلاق بصفة عامة يكون أحيانا معها بعض التقيق من عدمه وللأسف بعض الناس بتعرف مشاكلها دائما إنه إذا أكلت أكل محدد أو معين بتحدث المشاكل وتبدأ عندها هذه الأعراض يعني إذا لما الواحد يحس بمثلا بس ألام أو انتفاخ عادي بس يتعد عن المسببات بس مثل واحد لازم يروح للطبيب ويحتاج مصاحبة هذه الألام إذا كان في أي مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة إذا كان في شعور بالتقيو أو حتى التقيو المستمر لمدة مرتين أو ثلاثة إذا كان الشعور بالانتفاخ والبخز والألام هذه مصاحبة لحالة من الإمساك المرضي اللي هو أكثر من يومين أو ثلاثة في الأحيان يتوجب على المريض أن يشوف الطبيب عشان يدأكد إنه إيش المشكلة بالضبط طيب ما المقصود بنفخة البطن؟ يعني خلينا نركز عليه أكثر مشكلة والله اللي عنده كرش ما بعرف بطنه ما في أن تبقى أو لا طيب هو وجود بعض الهوى تحديدا في البطن والأمعاء اللي يؤثر التلبكات معاوية وأصوات وألام مزعجة في أغلب الأحيان يعني وللأسف الإنسان يحاول بقدر مكان يعني يتجنبها ولكن تحدث مرارا وتكرارا أغلب الناس تعاني من المشاكل هذه نسبة لتناول الأطعمة أكثر شيء وفي بعض الناس عندها تحسس من بعض الأطعمة وهي تعريفها مسبقا ولكن ممكن لنا عجبها ومسقطة فبتأخذها يعني لأسف وبتستمر الحكاية فالنفخة هي مشكلة احنا نقول مزمنة في أغلب الأحيان لأنه الإنسان يتعايش معها على مدار السنين وتبدأ من هو صغير يعني من بعض الأطعمة هو يتناوله تكثر وتكثر إلى أن تحدث بعض المشاكل يعني إذا لم يسهب إلى الطبيب في الوقت المناسب أكيد تحدث المشاكل يعني هل في مثلا طرق ممكن واحد فداه مثلا بنشوف كثير بيشربه مثلا شاهي أخضر على أساس أنه يعني يسهل الهضم ويخذ التناول الشاهي الأخضر مفيد طبعا في أشياء أخرى يعني تجنب العضاقة الضار أنا أحكي عن التدخين مثلا هو بصفة غير مباشرة يؤثر على انتفاخ المعدة والمشاكل الأرقيلة أو الشيشة تحديدا يجب التوقف عنها بتاعتا لأن تحدث المشاكل تناول العلكة المستمر تحديث أيضا بعض المشاكل الحوامض بصفة عامة يتوجب علينا الحرص في أخذاء يعني أتكلم عن العصائر الليمون والبرتقال تؤدي بعض الأحيان إذا كان الإكثار منها كثير جدا يعني حمضيات أو السفرية؟ حمضيات الحمضيات بصفة عامة لأن المعدة عندها في العادة وسط حامض وعندما تضيف إليه الأحمر أكثر تؤدي إلى بعض المشاكل تؤدي إلى بعض المشاكل ودأسبة هذا الشيء طيب دكتور ذكرت أن العلكة أيضا أكل العلكة هو قد يسبب انتفاخ في المعدة صحيح هل من طريقة مثلا خاطئة تكون بالأكل ممكن تسبب أيضا انتفاخ أحد يعني يأكل بطريقة خاطئة معينة؟ سؤالك جميل جدا هو حقيقة السبب بأنه الإنسان لا يمضغ الطعام جيدا أول شيء يعني ولا يأخذ وقته بأنه يعني يستلث بطعام ويمضغ جيدا وهذه الأسباب تؤدي إلى أنه عدم الامتصاص الأول شيء وثاني دخول بعض الهواء مع الأكل مع الأكل فالعلكة عندها علاقة مباشرة مع هذا الشيء لأنه أنت بتأكل وتفتح تمك وتتكلم وتتحدث وتدخل بعض من الهواء إلى المعدة على مرة زمان على مرة الوقت يصير في التربوك هل في طريقة ممكن الواحد يأكل العلكة في يوم ما يصير الانتفاخ؟ يعني الإبقاء الفم مغلق في أغلب الأحيان وعدم التحدث واحد يعني إذا كانت تقدر يكون متازد نعم فهذه واحدة من الأشياء المهمة جدا أن واحدة تتجنبها يعني ممارسة الرياضة ليش ممارسة الرياضة؟ لأن ممارسة الرياضة تساعد في ارتخاء العضلات تحديدا في الجهاز الخضمي فتأثر إجابا على صحة الإنسان يعني يتوجب علينا أن نكون حرصين في اللايف ستايل وطريقة الحياة والأكل بطريقة صحيحة يعني هل مثلا لو الواحد عنده أمراض مزمنة يمكن لها علاقة طريقة يعني يمكن غير مباشرة؟ نعم في طريقة غير مباشرة وبعض الأشخاص عندهم أمراض مزمنة مثل القرحة مثل القولون العصبي مثل الأشياء كثيرة تكون فهذه تأثر بطريقة يعني غير مباشرة على انتفاخ المعدة وبتكون واحدة من العراض المصاحبة للمرض نفسه يعني يتوجب علينا أن نعمل حسابنا ونحرص عليه حياة نعمل حسابنا دائما هذا مهم جدا طيب خلينا نقول مثلا واحد حس بانتفاخ وممكن طلعت له هي الأعراض التي تستوجب زيارة الطبيب ووصل عند الطبيب نعم إيش الطبيب يعمل؟ والله في أغلب الأحيان نعمل تحليل كامل لكل الأشياء نحن عندنا بكتيريا مهمة جدا تكون موجودة بالقطع أو بداخل الأمعاء نسميها الـ H-Bacteria نوع معيم الباكتيريا إذا كان زائد في أغلب الأحيان يؤثر سلبا على الصحة العامة ويحدث بعض النفخة أصبع عراض النفخة هذه فنعمل الفحص عليها دائما ولا بأس من إذا كانت الأمور متواصلة أن نعمل إندوسكوبي أو منذار لكي نرى إذا كان في أي مشكلة ارتخاء بعض العضلات أحيانا يسبب الجهاز العصبي يسبب بطريقة غير مواشرة نوع من الألام بالمعدة هذه كانت حالة حادة؟ نعم إذا كانت حالة حادة وتأجينا دائما بالطوارئ والإصابات في الحال نشوفها ونلاقي إنه مثلا المريض عنده مشكلة فنعمل إندوسكوبي أو منذار تحديدا فنرى إنه في بعض المشاكل في ارتخاء عضلة نقول عليها الأكليزيا كارديا العضلة هذه بتكون فيها ارتخاء بسبب مشاكل بسبب انتفاخ بسبب تقيؤ وعدم تحكم حتى بإنه الإنسان تتشو بروبرل أو يأكل بطريقة صحية جميل أخيرا دكتور إشراك برضو بشرب الماء ممكن برضو يسبب في انتفاخ المعدة لأنه غالبا ما تلاقي بهذه الطريقة إشرب ويسحب هوا نعم 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 واجعلنا بالماء كل شيء حي يعني الماء تناوله مهم جدا ولكن يجب علينا أن نشربه بطريقة صحيحة وليس بأنه يعني نسحب معه كميمة الهواء الكثير زي ما حضرتك شكرا على وجودك معنا كان معنا الدكتور عمر أمينزكي اختصاصي في الطب العام وطورق والإصابات شكرا شكرا شكرا